اشتركوا في القناة لعلكم تتقون صدق الله العظيم تم اليوم تنفيذ حكم الاعدام شنقا على المتهم الارهابي هشام علي عشماوي الذي ارتكب الجرائم الاتية اولا المشاركة في استهداف وزير الداخلية الاسبق اللواء محمد ابراهيم بتاريخ الخامس من سبتمبر الفين وثلاثة عشر برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاختياله ثانيا اشتراقه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام الفين وثلاثة عشر ثالثا ضلوعه في الاشتراك في تهريب احد عناصر تنظيم انصار بيت المقدس من داخل احدى المستشفيات الحكومية بالاسماعيلية رابعا تولى الارهابي المذكور قيادة المجموعة الارهابية المنوه عنها خلفا للمكنى ابو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية وقد ادى ذلك الى استشهاد مستقل هذه السيارات من الضباط والافراد وتدمير هذه السيارات خامسا استهدافه مع اخرين من عناصر التنظيم الارهابي المباني الامنية بالاسماعيلية بتاريخ التاسع عشر من اكتوبر الفين وثلاثة عشر ومن خلال سيارة مفخخة سادسا اشتراكه مع اخرين في عملية استهداف المباني الامنية بانشاص بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر الفين وثلاثة عشر سابعا استهدافه لمضرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة السويس ثامنا اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع افرادها والاستلاء على كافة الاسلحة التي بحوزتهم تاسعا تولى امارة تنظيم انصار بيت المقدس عقب مقتل الارهابي المكنى ابو عبيدة ثم الانتقال الى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرفرة عاشرا دلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطة استهداف وتنفيذ الهجوم الارهابي على نقطة حرس حدود بالفرفرة وقتل جميع ضباطها وافرادها وتفجير مغزن الاسلحة والذخيرة بها بتاريخ التاسع عشر من يوليو الفين واربعة عشر الحاذ عشر المشاركة في عمليات قنص لغرف امن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق ابو سوير الصالحية القصاصين الثاني عشر استهداف كمين للشرطة المدنية بمنطقة ابو سوير الثالث عشر تسلله الى الاراضي الليبية رفقت بعض عناصر التنظيم واقام تحت شرعية تنظيم انصار الشريعة بمدينة اجدابيا الرابع عشر تأسيس حركة المرابطون المنتمية لتنظيم القاعدة الارهابي حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء اشتركوا في القناة